7 أنواع من الطعام الذي كان يحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم 8 أنواع من الطعام وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتفي بالقليل 9 قال ابن القيم رحمه الله وكان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا 10 فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم 11 وما عاب صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه 12 وكانت هناك بعض الأطعمة التي يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفضلها نتعرف عليها ولكن لا تنسوا مشاهدين الكرام تسجيل إعجابكم بالفيديو وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد منا إن شاء الله تعالى من الأطعمة التي كان يحبها النبي محمد صلى الله عليه وسلم التمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله وكان التمر غالب قوت النبي صلى الله عليه وسلم وغالب قوت أهل المدينة فكانت تأتي أيام طويلة لا يأكل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأهله شيئا إلا التمر والماء وقد تصل إلى شهرين أو ثلاثة كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فسألها عروة بن الزبير يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بركة التمر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أكلتين في اليوم كانت إحداهما تمر وكان أحيانا كثيرة يأكل مرة واحدة تقول عائشة رضي الله عنها ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر وكذلك من الأطعمة التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم العسل عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل وكان يأمر بالتداوي به وكان صلى الله عليه وسلم يحب كذلك اللحم وأحب اللحم إليه صلى الله عليه وسلم الذراع ومقدم الشاه ولذلك وضع اليهود السم فيها للنبي صلى الله عليه وسلم لما علموا أنه يحبها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يذبح شاه فيقسمها بين الجيران قال أبو هريرة فذبحتها فقسمتها بين الجيران ورفعت الذراع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحب الشات إليه الذراع فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ما بقي عندنا منها إلا الذراع قال صلى الله عليه وسلم كلها بقي إلا الذراع وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبد مشوية وكان صلى الله عليه وسلم يحب الثريد والثريد هو الخبز مع لحم مطبوخ ومرق يوضع عليه وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم الدباء وهو القرع كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديدة قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة قال فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ وكذلك الخل كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم مع الخبز ومدح الخل فقال نعم الأدام أو الإدام الخل رواه مسلم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يحب زيت الزيتون وقال صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة وكان صلى الله عليه وسلم يأكل خبز الشعير كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب الطعام فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم غسل اليدين قبل الطعام وبعده قال صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده ريح غمر وأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه ومعنى الغمر دسم ودهن ووسخ وغيرها من الشحوم وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ الطعام بذكر الله عز وجل فيقول بسم الله ويحمد الله تعالى في آخر طعامه فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخرة ويقول بعد الانتهاء من طعامه صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة أو يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين وكان صلى الله عليه وسلم لا يضع طعامه على مائدة بل كان صلى الله عليه وسلم يأكل على الأرض كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض رواه الطبراني رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يجلس على ركبتيه عند الأكل أو ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا قال صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا ومعنى المتكئ هو المعتمد على الوسادة تحته وأوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكل باليمين وأن نأكل مما يلينا قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وقال صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام أن يأكل بأصابعه الثلاثة وكان يلعقها إذا فرغ من طعامه قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وهو أشرف ما يكون من الأكلة فإن المتكبر يأكل بأصبع واحدة والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين وفي الختام لا تنسوا مشاهدين الكرام تسجيل إعجابكم بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته